في النادي اطمنت على اخبار والموضوع ايه علي خلاص الموضوع تقريبا شبه اتلم وقال انه بيحترم جدا وجهة نظر مانويل جوزي وانه ان شاء الله عز جل معه بداية الموسم حيكون في فورمة كويسة وقال انه انا بتمنى ان جوزي كامل مع النادي الاهلي لانه مدرب كبير وقال محدش كلمه في سحب شرط الكابتن وده كان كلام على فكرة الكابتن سيد عبدالحفيز كمان تشعر انه الاجواء في الشارع مولعة تدخل النادي الاهلي وما تلاقيش حاجة خالص شطرتهم دي يعني دي الشطرة اللي عندهم ممكن يكون فيه نار لكن لما تخش تلاقي الورد والزهور والورود كأن الدنيا ربيع والجو بديع وقفل على كل المواضيع فهم شطرين وده يحسب لقى النادي الاهلي واداراته سيد عبدالحفيز بهدوء غير عادي بيدير لعيبة حسام غالي قاعد بيضحك على طول وطبعا هو قال لي على مرشحه في الرئاسة بس قال لي عشان خطري ما تقولش فالت خلاص طالما وعدته مش مش هقول لكنه فيه طيارات متعددة داخل النادي الاهلي فيه طيار واضح جدا مع سيد الدكتور محمد مرسي فيه طيار واضح جدا مع الفريق أحمد شفيق فيه طيار واضح جدا مع السيد عمر موسى دي التلت طيارات الأوضح داخل النادي الاهلي يعني ده بائن جدا نهاردة حتى مع الأعضاء العاديين وحمنين صباحي بدأ ييجي يعني من بعيد شوية لكنه المسيطر ده الدكتور أبو الفتوح برضو ده جزء ليس بالهين داخل النادي من خلال لأنه انت تمشي دولتك هتدي المين هتدي المين طب قول لنا فأنا النهاردة الترمسة حدي لسه دات مثلا أنا دائما أنا محيارهم جدا المرة دي فبنقد نضحك وبنقد نتكلم لكنه لا صوت يعلو فوق صوت فوق صوت الانتخابات الأهل